كان دوي الانفجار ضخماً حيث سمع بوضوح على بعد بضعة كيلومترات من مكان الحادث سمعت انفجاراً مدوياً ورأيت عموداً من دخاني يتساعد في سماي المنطقة بعد الانفجار وحل الدمار في موقع الحادث كما تحتمت النوافذ الزجاجية توجد دار لرعاية المسنين ومدرسة حول المبنى الذي وقع فيها الانفجار وبعد الحادث تم نقل حوالي 100 شخص يعيشون في دار رعاية المسنين وإجلاء المقيمين في منازل السكنية المجاورة إلى منطقة آمنة وكانت المدرسة في مدريد لا تزال مغلقة بسبب التقسي الثالجي الغزير السابق لذلك لم يكن هناك طلاب داخل المدرسة وقت وقوع الانفجار في المبنى المجاور وقال خوسي لويز ماترنيز عمدة مدينة مدريد أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار قد يكون ناجماً عن تزرب غاز طبيعي وقد تم إجراء التحقيقات ذات الصلة